موضوعنا الأول واسمحولي أتكلم فيه بقى عن تجربة السفر مع الطفل للمرة الأولى لأن دي هي التجربة الأهم الحقيقة لأن بعد كده مفترض أن احنا بنطبق اللي عملناه في السفرية الأولى أو بنتلافق الأخطاء أو بناخد بالنا من الحاجات اللي مخدناش بالنا منه فعشان كده تجربة السفر مع الطفل للمرة الأولى يعني الطفل يبقى بأول مرة يسافر دي تجربة مثيرة جدا تجربة أن الطفل يسافر لأول مرة زي ما قلت لكم تجربة مثيرة ولكنها إيه لحد ما موترة هي مش تجربة سهلة ولا تجربة بسيطة وطبعا ممكن ناس تقول إيه هو إيه اللي يخلي طفل صغير عمره مثلا شهر ولا عمره أسابيع ولا عمره شهور قليلة يسافر لا أقول لكم فيه ظروف كتيرة جدا جدا زي مثلا ظروف السفر بسبب أن الأب بيعمل خارج مصر والأسرة بترفق كانت الزوجة مثلا هنا في مصر للإنجاب وحصل الإنجاب بالسلامة ولازم بقى الأب ده يرجع إلى عمله في الدولة اللي هو بيشتغل فيه ده ظرف يحتاج أنه الطفل يسافر أو العكس إذا كانت الظروف بقى كانت العودة لمصر يعني بمعنى دقي إيه إذا كانت مثلا الفترة الأولى من عمر الطفل كانت خارج مصر يعني الطفل تولد بره رجعين بقى أجازة فدي برضو هتعتبر أول مرة الطفل بيسافر فيه طبعا أنتو خدتوا بالكم أنا بتكلم هنا عن السفر اللي هو إيه بالطائرة لكن في أحوال تانية بتتطلب برضو السفر زي مثلا السفر من محافظة لأخرى سواء لزيارات عائلية أو للفسحة أو الترفيه كتير قوي مننا بيكون مثلا عايش في محافظة وعيلته أو أصوله يعني في المحافظة تانية وتكون مثلا ظروفهم إنهما مش سامحة إنه هما اللي يجوا فإحنا بنتطر أو مش بنتطر يعني بنسعد إنه إحنا اللي نروح له فدي برضو تجربة سفر للطفل ممكن بها تكون بالعربية بالأوتوبيس بالقطار وهكذا وأكيد فيه ملابسات وظروف تانية غير اللي أنا قلتها تخلي الطفل يسافر أو نضطر إنه هو يسافر معنا للمرة الأولى فيه قاعدة أساسية ومهمة جدا جدا في موضوع سفر الطفل بشكل عام والطفل في الشهور الأولى بشكل خاص إيه القاعدة دي؟ القاعدة دي هي وجوب توفر ثلاث عناصر أساسية لا غنى عنهم إيه هما العناصر؟ إن الطفل يكون شبعان ويكون نظيف ويكون مرتاح فيه ناس ممكن تقول الله طيب ما دي حاجة عادية دي حاجة سهل لا في الصفر مش سهل قوي تحقيق الثلاث حاجات فخلوا بالكوا إن دي الأولوية ما تفكروش في حاجة تانية وهنا بكلم كمان تحديدا للأمهات لأنه هم اللي بيبقوا واخدين المسئولية بشكل أكبر هنقسم بقى تجهيزات الصفر بتاعة الطفل يعني لمرحلتين المرحلة الأولى هي مرحلة الاستعداد للصفر يعني مثلا هنسافر بعد أسبوع هنسافر بعد أسبوعين هنسافر بعد شهر خدتوا بالك أنا قلت إيه؟ مش هنسافر بكرة هتعرفوا دلوقتي لأن تجهيز حاجات الطفل المفروض ناخدها معنا ما بتتجهزش في يوم هتعرفوا حالا دلوقتي فعلى الأقل على الأقل أسبوع ده أسبوع ده كمان فترة قصيرة أسبوع عشر تيام أسبوعين كل ما جاهزنا قبل السفر بفترة كل مكان أفضل دي المرحلة الأولى اللي هنتكلم عنها والمرحلة الثانية هي رحلة السفر بقى نفسها يعني السفرية نفسها سواء كانت وسيلة السفر العربية أو القطار أو الأوتوبيس أو الطيارة أو حتى السفر بالبحر طبعا التجهيزات بتفرق إذا كانت السفرية طويلة طويلة هنقض بره شهور أو هنقض في المكان اللي هنسافر له ده شهور المحافظة دي أو الدولة دي أو السفرية متوسطة يعني أسبوعين عشر تيام أجازة مصيف وهكذا أو قصيرة قصيرة دي ممكن تبقى يومين تلاتة أو قصيرة جدا قصيرة جدا يعني إيه يعني هنسافر ونرجع في نفس اليوم تمام كده يعني هنسافر الصبح ونرجع آخر النهار زي ما بيقولوا لكن لما هتمروا بالتجربة دي مع ابنكم أو بنتكم إن شاء الله هتلاقوا إن الفرق مش في التجهيزات الفرق في معظم الأوقات بيكون في عدد الحاجات أو كمية الحاجات اللي بناخدها مش في العناصر نفسها يعني العناصر ثابتة إنما بدل ما ناخد منها مثلا خمس حاجات بناخد منها حاجة بدل ما ناخد منها بكتة مثلا فيها أربعين حاجة لا ممكن ناخد اتنين تلاتة وهكذا فاهمين قصدي؟ طيب نبدأ بقى بالمرحلة الأولى قبل السفر المفروض نعمل إيه؟ أول حاجة نعملها إن إحنا نكتب كل احتياجات الطفل قبل ما نرتب في حاجة أو نحط في شنطة أو الكلام ده كله شكرا